سبع سنوات بدأ فيها التحالف الدولي في العراق هجماته ضد داعش ودعمه للجيش العراقي لكن بعد أن غادرت أمريكا وقوات التحالف وعتادهم العسكرية تحققت نتائج عملية على الأرض وباعتماد رئيسي على جهود الجيش العراقي وأجهزته الأمنية تحققت عشرات الألاف من الضربات التي شلت قدرة التنظيم الإرهابية على احتلال الأراضي في العراق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أعلن اكتمال خروج القوات القتالية للتحالف الدولي بعد انتهاء مهامها في العراق وجه الكاظمي شكر لدولي وقيادة التحالف الدولي والشركاء في الحرب ضد داعش كما أكد جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب سعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غرد باثنتين عشرة نقطة كخطوات لتأكيد انتهاء مهام التحالف الدولي أبرزها تسليم القواعد العسكرية للجيش العراقي حصرا والعراق دولة ذات سيادة كاملة بعد أن خرج التحالف تصعد توقعات باستغلال إيران عبر وكلائها في العراق ما يرجح رأي بعض الخبراء بسوء التوقيت الزمني لخروج التحالف الدولي مع استمرار بقاء بعض الفصائل الخارجة عن القانون أو تلك الموالية لإيران دون إيقاف أعمالها في البلاد ترجمة نانسي قنقر